طيب خلينا نبلش أول شي بطاقتك يا برج الصور خلينا نشوف شو هي طاقتك لهذا الشهر نشوفك مركز أكتر في شخص بحياتك حاليا ايضا بتشوف شخص كثير جدا شخص كثير جميل من الداخل ومن الخارج الوضع اللي بينكم حاليا او التشوش اللي بينكم حاليا عم يأثر على هالشخص ايضا لانه هو متوتر ومتشوش مش عارف ياخد قرار لانه عم يشوف انه العلاقة ما فيها اساسات تابتر مع انه في عنده عرض حبه وطاقته عم شوف انه يعني هالشخص قلبه كتير كبير وبيحب العدل يمكن تكون عم تتعامل مع برج الليزان ايضا لانه هالكرت بتبع برج الليزان فعم شوفه شخص بده يكون في عدل بالعلاقة بينكم ولكن هو عم يشوف ممكن العلاقة لانه لسه بدايتها لبعض بينكم ممكن هو بتبنوع من الالتزام اكتر بالعلاقة او جدية اكتر بالعلاقة بالنسبة لطاقتكم المشتركة في المستقبل يعني شو ممكن يصير بينكم في المستقبل عم شوف انه كتير عم تكتلوا مشاعركم مش عم تحكي سي واتشونين يعني انت وموة فيه اشي كثير بدكم تحكو فيها ولكن مش عم تحكو فيها ف بدكم يكون فيه صراحة اكتر بالموضوع بالحكي بينكم بدك تعبر اكتر عن الاشي اللي بحسها ايضا بشوف انه الامور رح تكون كتير ايجابية بالمستقبل عندك ورقة الشمس هاينا افضل الاوراق اللي ممكن تيجي فيه بعض التناقضات رح تصير فيه بعض تردد لسه رح يصير 2 of 3 مش رح تختار مش رح يشخص رح يمر باختيار او انتو ممكن رح تمروا باختيار لازم تختاروا منه يمكن البعض منكم حاليا عم يفكر بانه ينفصل او يتركوا العلاقة فانت عم تفكر تختار بس ما بتوقع الاغلبية منهم هك لانه عندك يعني عندك بدايات جديدة ايضا عندك تقدم وحركة اسرع انتو عم شوفي الاثنين ايضا عم تتذكروا اللي صار بينكم بالماضي او عم تعود الى ذكريات بالماضي مع هالشخص ايام ايام ما كان الوضع بينكم كتير منه ففيه عم شوف عم شوف بينكم اشتياق كتير عالي اه شخص اللي عم تتعاضل معه انت وحشته يعني طاقة المشتركة بينكم عم شوف انه بتتذكروا الامور بس كانت ايجابية في الماضي عم شوف فيه حركة سريعة ايضا اه نايتو في صوت فيه حركة سريعة بينكم رح تصير البعض منكم اللي مش عم يحكي مع حبيبه حاليا عم شوف فيه تغير رح يصير بها الطاقة ممكن رح ترجع تحكي مع بعض مع بعض بعض منكم رح يرجع ويفوتوا بعلاقه مع بعض البعض منكم رح يتصالحوا مع بعض البعض منكم ممكن تموتوا فقط بيحكي يكون فيه نوع من التوضيح يعني توصل الى نقطة تكون فيها توضيح لانه في الماضي او حاليا الطاقة اللي بينكم مشتركة فيها كتير اه كتير تشويش متشوشين وايضا فيها صعوبة في اتخاذ القرارات عم شوف كتير فيها ريستريكت او فيه كتير فيها قمود ولكن عم شوف فيه اكتر بالمستقبل رح تقبلوا اكتر عن مشاعركم لبعض رح تحكي اكتر انت شو بتحس هو ايضا رح يحكي لك اكتر بالذات رح تحكي او رح تعودوا بذكريات الى الماضي لما الوضع بينكم كان منيح وهالشي هو رح يكون عامل مساعد بانه يعيد الشرارة اللي بينكم او يعيد التواصل اللي بينكم طاقتك عم شوفك بطيق باتخاذ القرارات فيه عندك تكملة من نوع ما رح تصير مع هالشخص لانه عم شوف انه انت فيه يعني فيه عندك عارض عاطفي بدك تقدمه لهالشخص ولكن متردد مش عم تاخد قرار طاقتك حاليا واقفة مش عم تتخذ هالقرار تواصل بينك وبين هالشخص عم شوفك كويس يعني فيه بينكم تواصل منيح او فيه بينكم تفاهم منيح يعني انت بتفهم الشخص هو بيفهمك ولكن ايضا عم شوف بعض مواليد برشة تور فيه امامك اختيار معين يعني انت واقف امام طريقين بدك تختار منهم او شخصين بدك تختار منهم ممكن تكون متردد ايضا باتخاذ القرار ممكن عم تتعامل مع شخص جديد وشخص قديم ومتردد باخذ القرار بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشيط هم شوف انه هو اكتر اا اا اكتر مركز مركز اكتر على حاله مركز اكتر على على كيف يطور حاله ولكن من الناحية العقلية شخص كثير شخص اللي هم تتعامل معه شخص كثير متوتر كثير مشوش عم يحس ايضا انه هو مجروح كثير ممكن يكون في بينكم حديث سار او اشي معين اللي كان فيه كانت الطاقة فيه كثير ناريه وهالشخصي اتضرر من هالاشي او توجع من هالاشي لاني بشوفه مركز اكتر على الناحية المالتية طاقة بينكم ايضا فيه حكي ما فيه حدا بده يتنازل ايضا فيه عنده شوي طاقة تلعوبية او بيحب يسير الامور مثل ما هو بيريد او بيحب ممكن ممكن ما يحكي لك او ممكن ما يكون مئة بالمئة صادق معك في حديث الشخص يعني ممكن فيه بعض الاشيه ما بيحكيها لالك بصراحه او بشكل منفتح اكتر همشوفه همشوفه بيشوفك ايضا من الناحية المادية بيشوفك متمكن اكتر منه مما هو عليه او بيحب يبينك انه هو افضل مما هو عليه او بيحب يبينك انه من ناحية المادية متمكن اكتر مما هو عليه طب سبب الخلاف بينكم او واحد من اسباب الخلاف بينكم انه فيه شخص حس انه هو عم يحط مجهود اكتر بالعلاقة وبطل يعني بطل فيه عنده القدرة يحط مجهود اكتر بالعلاقة وصلت الى مرحلة همتحس انه انت ممكن انت او الطرف الاخر همتحس انه عمتضحي كتير في سبيل هالعلاقة مش عمتعود الى مردود انت بتريده او مفيد لالك ايضا فيه كتير احكام انت بتطلقوها على بعض يعني تحقنوه على بعض باشياء معينة بدون ما تفهموا الصورة الكاملة او ليش صار هيك يعني بدون ما تعطوا فرصة اكتر لتوضيح الامور بينكم عم تحس انه عم تشتغل عم تشتغل بدون ما يعود عليك بمردود مثل ما انت اللي بتريده وسببلك فيه صار تشويش بينكم انتو الاثنين حاليا طاقة مشتركة بينكم فيه تشويش عقلي كتير بينكم وايضا عم يطلب الموضوع بينكم عم شوف انت عم تتحكم بحالك كتير عم تتحكم بتصرفاتك كتير ما بدو ما بدو يبين او يحس بنوع من الضعف فانت عم تحاول تتحكم بقراراتك وباختياراتك ومشاعر تجاه الشخص بطريقة كتير عالية الصورة المكتملة اللي بدكم اياها اللي هي عم شوف انت وهو طاقة المشتركة بينكم بدكم تكونوا مع بعض بمعنى انه بدكم تكونوا اسرة مع بعض ولكن فيه احكام بينكم عم تطلق او اتهامات او فيه حتى شك وغيرة ممكن بينكم عم تأكثر على تحرك وتطور هالعلاقة خطوتك بالمستقبل يا برج الثور عم شوف رح تمر بتحديات او رح تمر فيه شخص بحياتك ممكن فيه اشخاص عبدها اهتمامك او عم تطالب باهتمامك يعني باي طريقة ممكن تحس ان الشخص اللي انت عم تتعامل معه ممكن يستخدم الاعيب او يستخدم تلاعب بالحكي لحتى يجذبك او لحتى يمشي الامور مثل ما هو بيريد لانه فيه شخص هون عم يستخدم بالذات اذا كانت امرأة عم تستخدم طاقتها الجسدية لحتى تسير او تمشي الامور اللي مثل ما هي بتريد عم شوفك ممكن يأثر عليك الموضوع ولكن ايضا بالمستقبل عم شوفي عندك تغيرات جدرية بنفسك بحالك بشخصيتك اكتر فيه عندك تقدم ايضا ممكن تكون عم تتعامل مع برج الجوزاء او ممكن في المستقبل مثل ما حكيت لك يكون فيه عندك اه قرار او اختيار بين شخصين بدك تختارهم ايضا ممكن تكون عم تتعامل مع برج السرطان او برج مائي لانه لانه هالكرت بيتبع برج السرطان ولكن الشخص اللي عم تتعامل معه فيه عمود بينكم كتير عالي ما فيه حدا عم يحكي بالمشاعر الحقيقية بتوقع انت الشخص اللي تكتم اكتر على مشاعرك او ما بتفكي اكتر لانه فيه عندك القمر هون يرمز الى سي كريسي او عمود او كتير من المشاعر فبتوقع انت ما بدك تعترف لهالشخص او ما بدك تحكي معه او ممكن تكون مستني الى انه هو يقوم بالخطبة هاي مش انت خطوة الحبيب او الشريك اه المستقبلية الشخص اللي عم تتعامل معه عنيد عم شوفه عنيد ما بيحب الامور سيء ومش عقليته مش من فتحه تماما ما بيحبي تقبل التقادات او اعراء اخرى من اشخاص اخرى شخص كتير متحفظ او شخص عنده فكرة تمبدأ العلاقة شخص جدي عم شوفه بيطالب باني يكون فيه التزام بالعلاقة او يكون فيه جدية بالعلاقة يمكن تم تحرير المكتصى على ازاران نظر